بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الخاتم النبيين بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ عدنا اليكم احبات الكرام في موضوع انسى اخر سنستطرق اليه جميعا لكن قبل البداية وهذا لست امرا المشاركة في قناتي بالضغط على جيم صابوني والضغط على جاروسة فعاله لكي يصل لك الجديد من المعلوم انني غيبت كثير وما درش فيديوات لظروف العمال والانسان ما يقشل وقت باش يدرش فيديو وانا كنا كنا ندره خارجات ونحن القناة دينا كتذر على الطبيعة ونحن الحمد لله خرجنا الطبيعة ومشاركة دي لبعض الاصدقاء اننا جينا لواحد منطقة استراتيجية ومنطقة كانت توجد في المدينة مكلاس ببعض كيلومترات مثلا 40 كيلومتر ما بينها وبين مكلاس وتقريبا 70 كيلومتر المدينة ميريرت هذه المنطقة معروفة بالفلاحة الذاتية وهذه الغابة التي نرى ومشاء الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى حيال الارض بعد موتها ونرى البراد الصبر كلارا عامر الحمد لله غير لنا بعض الناس اللي يهديهم كي يلحو ذاك الفطور ديال الزيتون اللي لووت هذا المهدا ولا متلوت ونخفنا لا تموت الاسماك ما تبقاش وانا كنصيد الحمد لله واحد السماك الفرد لا تضرب لدي يكرا هذه السماكة سمحته لي شوفوا سماك بداية ليس كما اصابت بإمكاني سماكة مهمة كنصيد الحمد لله ان شاء الله نشدها باسم مهمة المهمة أننا نرى الصنارة وطور القشون لدينا النحاد ونضرون الأغضاء ان شاء الله نتمنى ان نشاهد السماكة وشاركوها معكم ان شاء الله هذا هو اللي نتمنى نحن نشاهد البوشون او الفرشي ان هذا اللحظة كان يتحرك يعني راكينا سماكة إذا نشاهد نشاهدها معكم ونتمنى انكم تتابعوا هذا الفيديو الى الاخر لنشاهدوا الطبيعة والطبيعة الخلابة التي لا يشتغنها لانك تلعب واحد دور مهم في حياة الانسان ان شاء الله نشاهد السماكة نشاهدها 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 نشاهده نشاهدها نشاهد السماكة نشاهدها ولكنها صغيرة ولكن نشاهدها 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 هذه نشاهدها نشاهدها لا يصحنا نشاهد الإكتس نشاهدها مثلا بيضة أي سمكة تقضي على هذه السمكة التي تسمى بلغة فرنسية نشاهدها الحمد لله جاءت لوقت المناسب أنا شاركها معكم ما شاء الله سمكة لون براق دهابي في هذه الجهة أنتم تشاهده جيد ما شاء الله الحمد لله وانعم بالله ما شاء الله الحمد للأسماك وإنما هذه الخارجات كانت تشاهده منهم لأنه لن يكون لديك سئاب يعني كتبغي تفرغوك وتخرج للمناطق هذه المناطق الخلابة التي لا نكتبش عليكم تمنيت له جميع الجلاد من هذه المنطقة الهدف دياري هي أن الإنسان يتنزام عرصه لأن الدنيا قصيرة وورا الإنسان يمشي بها له الحمد لله أعطنا الله النعمة يجب أن نتمتعوا بها لأن الله سبحانه قال أعطنا بشكل جيد أعطنا الطبيعة أعطنا شخص 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 وضعنا شخص أعطنا شخص أعطنا شخص أعطنا مصاب سنعود لكم السمكة سنعود لهم ان شاء الله نقلب على الرزقنا بحالك يقولون هذا سنحطب بها نحطب بها من الصنارة ونحطب بها نحطب بها نحطب بها هنا في الربع في بلاصة التي تكون بردها لأنها لن تضيع الناس نحطب هنا نحطب بها وأنا نحطب السمكة لدينا لدينا وسنعود للمشاهدة ثانية نقلب على الرزقنا بحالة أدب للأدب ليس لدينا الأسمك الأدب أن نحطب نستطيع الناس نستطيع الناس كانت هناك ديبريسيين ديبريسيين suffer عندما يكون بحضور من الدار تأثير على القراءة سوف نصفحوه كما نقوم بالفيديو لا نقوم بعمد لهم ياسمناه للحديث وسنرى التابعين حتى الاخير وسأعطيكم حديث ونشاركها معكم ونشاركها مع مقارب سوف نلوح صنارة سوف نلوحها لا يوجد بعيد سوف نلوحها سوف نلوح سوف نكمل معكم الفيديو ونتمنى انكم تخرجوا خراجات ولو مرة في شهر رمضان قريب يدخل عن نفسه وطول عمر الجميع ويتقبل مننا جميعا الحمد لله ونعمى بالله الحمد لله الحمد لله والآغنام والأبقار والأبقار بالنظار الحمد لله حمد لله ونحن تورد الحمد لله هذا ليس كذلك هذا ليس كذلك ولكن لا يوجد شيئا إن شاء الله نحن نشارك معكم برش 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 نحن على السيارة والمقر احيان انتهى تصور وقم بالك فترة الأسماك لقد جمعت لها بعدها سوف أقوم بإمكانك في دراض الفيديو من هذه المنطقة فترة الأسماك سوف تفرج في ذلك أفرادها في الفيديو سوف أكملها سوف نكمل معكم سوف تكونوا تستيبسوا بأمانا سوف نكمل الفيديو ان شاء الله تلخر اكملوا معنا واشجعونا لا تهمنا لا تصدقوه لوجه الله لا نقوم بإهتاح الحمد لله واقسمو لكم بالله اخرى معي اضرب تابعوه ايه 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 كy ايه 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 اي był سمكة الثانية سوف نشاركه معكم سمكة الثانية سوف نشاركه معكم سمكة الثانية سوف نتابعنا السلام عليكم ورحمة الله سوف نتابع الفيديو شكرا عدنا اليكم مرة اخرى لانه تماما ما تبقى في الفيديو وهذه هي المناظر الطبيعة الخزب هذا مساء وتشير الساعة الى السابعة مساء لان كانت منها ان شاء الله تستفدو من هذا الفيديو اللي في الطبيعة خلابة والحمد لله رب سبحانه وتعالى السخر وبحية الارضة بعد موتها الحمد لله على نهاب الله سبحانه وتعالى نتمنى الاعجاب لكم في الفيديو الشيق ونرى الناس تطلع من الود لان الصيد وهذا وكان واحد حاصيلة حاصيلة له واحد سمكة واحد سمكة نشاركها معكم سمكة الباربو ما شاء الله سمكة 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 باربو سمكة برشا وهذه هي سمكة الباربو سمكة نتمنى الاعجاب ان شاء الله لكي نزيدوا القدام ونصروا فيديوات اخرى ان شاء الله ان شاء الله ارى الاخوان والاصدقاء ارى كل شيء يغادر لانها كان البعد وكان المسافة ما بين المنطقة التي نستكن فيها وهذا المنطقة المنطقة التي تسمى بوالماس من المنطقة ارى هناك قد ارى الان لانها نتمنى ارى الان ونحن نتمنى ارى الان فيديو ما شاء الله وخضرنا شاركنا معكم وشاركو معنا سوف نرى المنطقة الخرشف الخرشف. ما شاء الله رأى ما كنش كان سادر واشي لنا الله سبحانه وتعالى. بحلي قلنا احيى الارضة بعدها موتيعة. ادواء الخرشف اه بلدي. واخير ما نختم به اه السلام وعليكم ورحمة الله تعالى باركة وبركاته وعلى ابي دي اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.